افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعالية مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المحفزة في الانتاج تحت شعار تحقيق أقصى قدر من النجاح من خلال الابتكارات المحفزة كثير مننا قد لا يعي أهمية العناصر الكيميائية المحفزة لاستخراج ما يمكن الاستفادة منه من مواد وعناصر ناتجة ومهمة في عملية تكرير النفط لتستخدم بعدها في إنتاج صناعات نفطية تحاكي ما نحتاج إليه في مناحي الحياة المختلفة نقف هنا عند أهمية عناصر كيميائية ذات جدوى اقتصادية حمل فحواها مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المحفزة في الانتاج ليخبر عن صناعات تبنت إيجادها الكيمياء مؤتمر يعنا بما يسمى الكاتلست وهي المحفزات التي تستخدم في صناعة التكرير وفي الوحدات التي تحول الخام كان النفط أو أي لقيم آخر إلى مواد ذات فائدة كانت وقود أو كانت بتركيمويات وهي جزء مهم في صناعة التكرير ونحث طبعا الشباب في دراسة هذا المجال الذي يعناه بالكيمياء وما يسمى البروسيس انجينيرين طبعا بابك وحن مقبل على توسعة كبيرة جزء كبير من الوحدات الجديدة اللي بيتم إنشاءها يتطلب استخدام كميات كبيرة من هذه الكاتلست تستخدم طبعا بعض ما يسمى البراشيس ميتلز إن كانت مواد البلاتين أو الذهب أو غيرها طبعا بعد استخدامها يتم إعادة إنتاجها مرة أخرى لاستخدامها وهي جزء كبير من المصروفات اللي تذهب في صناعة التكرير فماذا هذه المؤتمرات طبعا تعزز أهمية هذا القطاع وإحنا من جانبنا طبعا في قطاع النفط من حتى الشباب لدراسة هذا المجال لأنه هناك طلب على مثل هذه الخبرات في المستقبل خصوصا وإحنا مقبلين على مشروع توسع كبير هو الأكبر من نوعه في تاريخ بابكو ويكون مجال عمل إن شاء الله الشباب وشابات البحرينيين في المستقبل تحت شعار تحقيق أقصى قدر من النجاح من خلال الابتكارات المحفزة تشارك في هذا المؤتمر نخبة من الشركات التي تدعمها الرغبة الملحة في الإطلاع على المستجدات المتعلقة بالكيمياء الصناعية وطرق تسخيرها لتطوير الصناع النفطية تماشيا مع دور بابكو في لعبها الدور الأكبر في الاقتصاد الوطني حسب توجيهات القيادة الرشيدة يحتم علينا أن نكون كذلك في طليعة الشركات العالمية والإقليمية في مجالات التكنولوجيا والمحافظة البيئة والربحية وخصوصا أن الخليج العربي مقبل على طفرة في التصنيع النفطي ومن هذا المنطلق جاءت رعاية معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة بابكو الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد لهذا المؤتمر مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المحفزة لإنتاج النفط نشارك في المؤتمر المقام في مملكة البحرين لمناقشة المستقدات الحاصلة في السوق الحافزات الكيموية التي استخدم في صناعة تكرير النفط الحافزات الكيموية مهمة جدا في التفاعلات الكيموية في داخل المفاعلات وتؤدي إلى فاعلية وإنتاجية أفضل في مصاف النفط إن العمليات التحفيزية هي من صميم عمل جميع معامل ومصاف التكرير لذا تشهد العوامل المحفزة في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة زيادة في الطلب عليها حيث يتوقع أن يصل السوق العالمي للمنتجات المحفزة في الإنتاج في مجال التكرير والبتروكيمويات إلى 33 مليار دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2018 من باب تنوير منتجات النفطية تأتي هنا أهمية العوامل المحفزة للإنتاج في مصاف تكرير النفط ومن خلال هذا المؤتمر مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المحفزة في الإنتاج ليركزوا على زيادة الجودة والربحية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين